السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم سوف نرى ساب لابل مرنج سهل و في نفس الوقت حاجة مختلفة و ازوينا في الماداق بالنسبة للمقادير عندي هنا يدقيق احتاج قريبا 300 غرام بحسب نوعية يدقيق الي عندكم اما يحتاج لكم نية 300 غرام او تزيده او تنقصه مهم بحسب نوعية يدقيق الي عندكم سوف نحتاج بعض دقيقة هذا بيضة و صفر بيضة يعني بيضة كاملة مع صفر 125 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ نصف كاس سكر سقيل نصف كاس زيت معلقة صغيرة الخميرة الحلوة و تقريبا 3 غرام و عندي كيس الفاني و عندي ماء بيد و البيضة اللي حرائيته من ذلك البيضة الخرى اللي استعملت ماء و كاس سكر ثانية او سكر سقيل بحسب متوفر عندكم فهدوك بالنسبة للمرنج سوف نبدأ بالصابلة سوف نأخذ الزبدة ديارية كيف قلت لكم خصتكم درجة حرارة المطبخ بجيني سهلة انني نخدمها مع ذلك السكر و مع ذلك المقادة فبديت كما قلت لكم بالزبدة نأخذها هنا في واحد الإناء و سوف نزيد معها سكر سقيل سوف نأخذهم و نخدمهم بالكهراء باقي حتى نحصل على خلاة الهواء كريمي نزيد معهم الفاني نص باكية و نص الأخر سوف نزيد مع المورنج سوف نزيد مع المورنج بيضاء و صفر بيضاء سوف نخدمهم بمزيان حتى يساجموا عندي واللي عندي الخالة من ساجم سوف نزيد مع المورنج سوف نخدم هذا الشيء بزيان و سوف نزيد القبيصة الملحة نزيد الخميرة بالحلوة عندما يتم معلقة صغيرة الخميرة و نزيد فتقيق بشوية بشوية نغرب له أكيد نزيد ثيب بشوية بشوية حتى نحصل على يعني عجينة اللي تكون رطبة ما تكونش قاسحة بش ميجينش يصابلي قاسحة فهذا المقادر هذو اللي اعطيتكم تجي و حصابليه شيش بزاف هي تكون عجينة كيف قلت لكم مطلقة ما تكونش عجينة اللي قاسحة ولكن تجي في ميكة بغير تأكلوها تجيه شيشة بزاف فلا تكتروا لاش دقيق كيف قلت لكم بش ميجينش قاسحة قوام ديالها كيف تتشوفوا معي كيفاش تجي صافية تنافضها و تنضيها في واحد البلاستيك غدائي و تنخليها ترتاح في تلاجة أقل حاجة أقل حاجة ساعة ضروري هنا يالجينة ديالسلابلي تخليها ترتاح يعني بحسب الوقت اللي عندكن مهم أقل حاجة ساعة سوف نضعها في تكل بلاستيك الغذائي ونضعها ترتاح سوف نتلقها ومن ثم سمك لها كبير بزاف يعني تكون سمك لها رقيق بزاف لأنني لا أريد أن نضب البيسكويت لا أريد أن نلصقهم من بعد لا أريد أن نلصقهم فوق واحدة فأريد أن نضب فقط واحدة ثم ستلصقهم فتضعوا البيسكويت رقيق تلقوا العجين نقيقة فكيف سترون معي أنا أطلقتها ونأخذها قطعة قطعة دائرية تدرون أنتما الحجم الذي ينسبكم أو الشكل الذي ينسبكم هنا قمت بزاف المرنج قمت بزاف الملح 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 وشد فرصهم جيدا هنا قدرت المرانج ديالي في واحد البرش و قدرت السابلة في واحد السنية لتدخل الفران و سيبدأ ندير شوية من ذاك المرانج فقط من كل قطعة ديال السابلة من كترش باش ما يخرج ليش المرانج على السابلة جي قد سابل فبالنسبة الفران فانت ندخله الفران مسخن على درجة حرارة 140 يعني تكون الحرارة هادئة إلا كنتم تتعملوا فران ديال الغاز ولكن تتعملوا ديال الضو لقدرته 140 إلا كترش بمية وخمسين إلا كنتم تتعملوا فران مسخنش بزاف فمن الأحسن مهم تكون من الدرجة الحرارة اللي هي النقصة وتنشعلوا فقط التحت يعني حتى بني تنسخنوا الفران فقط من التحت تندخلوا للسابلة ديالنا و لسنية ديالنا تطيب غير من التحت كيف تكتلكم تنشعلوش عليها الفوق حتى تتتحمر السابلة وفي نفس الوقت المرنج تبقى بيض يبقى اللون دياله بيض وتايق صح يعني تقولي قاسح تنقصه تنقصه تلقى قاسح فكيفشتو غادي نكمل هادئ الكيميه ديال المرنج ما عليش ديالي هادئ الكيميه ديال المرنج ما عليش ديالي هادئ الكيميه ديال كلها اللي درنا غادي تدير فقط قريبا نص أو لكتر من نص بوحد شوية انتو ما تقدرو تزيدو اي ما تزيدو كيميه ديال المرنج او لا تتلصوا قطعات ديال السابلة مع القطعات الاخرى اللي فيها المرنج وتدوسوهم في الكون في الجنب مع شوية ديال لوس او لا شوية ديال الكوك هنا تنقعد الوجه ديالهم باحد المعي القالي تنفزقها في المه الابيته والتي تخرجتهم كيف تتشفو التحت د ديل السابلة تيجي محمر مزيان وفي نفس الوقت 오른جل هي بتكون اللون دياله بيض تجي ورائةٍ تجي تسابله شيش بزززة في انتطلبوا انتוב�س باحدة وبريد انتم بتشوك في اي وصفة منجحك فيها السابلة ولم極 المرنج تجي مكرمش وتبقى محافظ على القرماشة دياله كيف ستشوفو معايه تيجي بكرمش بزيان مأدق ديالو اكيد حدور رائع والصابلة في نفس الوقت يجيه الشيش وحد المزيج اللي هو زوين بزاف كنتمنى انكم تجربوه بالنسبة الكيمية اخرى اللي بقعت لدي الصابلة فدت لها شوية دي الشوكولة من الوجه ومع الفواكه الجافة كنتمنى ان الفيديو دليوم يكون عجبكم انكم تجربوها السابلة هذا ان الطريقة تكون ناجحة معكم نخليكم تلقى ان شاء الله في فيديو جاي